السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مادة اللغة العربية للصف الاول السانة والفني صناعة جار زراعي فندقين والنهاردة ان شاء الله هنشرح البلاغة الترمي التاني في البلاغة بتكون من 3 دروس اول درس بيتكلم على الاستعارة المكانية الاستعارة المكانية هي تشبيه حز فيه المشبه به مثال قال ابو زئيب الهزلي في رسائن اولاده واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كله تميمة لا تنفع هنا المنية انشبت اظفارها هنا استعارة مكانية حيث صور المنية بالوحش المفترس سر الجمال التكسيب مثال قال الشاعر لا تعجبني يا سل من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى ضحك المشيب هنا استعارة مكانية صور المشيب بانسان يضحك سر الجمال التشخيص قال الشاعر اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر يستجيب القدر هنا استعارة مكانية صور القدر بانسان يستجيب سر الجمال التشخيص قال الشاعر شاك الى البحر الطراب خواطري فيجيبني بريحه الهوجاء شاك الى البحر استعارة مكانية صور البحر بانسان سر الجمال التشخيص قال الشاعر ابدأ بنفسك وانهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم انهاها عن غيها استعارة مكانية صور النفس بانسان سر الجمال التشخيص انت حكيم تشبيه بليغ انت مشبه حكيم مشبه به سر الجمال التوضيح قال الشاعر واراقة تصلح بالرشاد عقولنا ابدأ وانت من الرشاد عقيم تصلح بالرشاد عقولنا استعارة مكانية صور العقول بشيء يتعطل سر الجمال التكسيم قال الشاعر ينشق ثوب الدجة عن نور غرته كالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم ينشق ثوب الدجة استعارة مكانية صور الدجة بانسان ينشق ثوبه الدرس الثاني وهو عن الاستعارة التصريحية الاستعارة التصريحية هي تشبيه حسف فيه المشبه واحد قال المتنبي مادحا سيف الدولة وقد رأى سحابة تعرض للسحاب وقد قفلنا فقلت إليك إن معي السحابة صور المتنبي سيف الدولة بالسحاب اثنين احرام على بلابلو الضوح حلال الطير من كل جنس بلابلو استعارة تصريحية صور الشعب بالبلابل أي البلبل ثلاثة إني أقمت على التعلة بالمنية في غربة قالوا تكون دوائي غربة استعارة تصريحية صور الأسكندرية بالغربة أربعة وأمطر لؤلؤ من نجس وسقي ورد وعدت على العناب بالبرد شبه الدموع باللؤلؤ شبه الخدود بالورد شبه العيون بالنرجس شبه الأنامل بالعناب شبه الأسنان بالبرد خمسة قال الشابي النور في قلبي وبين جوانحي فلا فعلى ما أخشى السير في الظلماء النور استعارة تصريحية ستة إذا لمع البرق في كفه أفاض على الوجه ماء النعيم البرق استعارة تصريحية شبه المقص في يد الحلاق بالبرد سبعة قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حبل الله استعارة تصريحية تمانية قال الشاعر قد حملت السراجة للناس والكون غريب في ظلمتنا السراج استعارة تصريحية حيث صور العلم بالسراج ظلمة استعارة تصريحية حيث صور الجه بالظلمة تسعة قال الشاعر هو ذا الفجر فقومي ننصر عن ديار ما لنا فيها صديق الفجر استعارة تصريحية صور الأمل بالفجر عشرة قال المتنبي يصف دخيل رسول الروم على سيف الدولة وأقبل يمشي في البساط فما دري إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقى البحر البحر استعارة تصريحية البدر استعارة تصريحية 11 قال تعالى يخرجكم من الظلمات إلى النور الظلمات استعارة تصريحية 12 قال جميل بسينه رمتني بسهم ريشه الكح لم يضر طواهر جلدي وهو للقلب جارح سهم صور النظرة بالسهم استعارة تصريحية ثالث عشر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر الليل استعارة تصريحية الاستعمار مشبه الدرس الثالث في البلاغة وهو عن الكناية 1- وبنات الأهرام في سالف الضهر الجواب بنات الأهرام كناية عن موصوف المصريون 2- عار على بن النيل سباق الوراء الجواب ابن النيل كناية عن موصوف المصريون 3- يا بنت الضاد فيك سر جمال الجواب يا بنت الضاد كناية عن موصوف اللغة العربية 4- قوم أرماحهم يوم الوغي مجهوفة بمواطن الكتمان الجواب مواطن الكتمان كناية عن موصوف القلب والكناية أي الصفة 5- ومن في كفه منكم منكم قناة كمن في كفه منكم خضاب من في كفه قناة كناية عن موصوف الرجال من في كفه خضاب كناية عن موصوف النساء 6- قال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر ذات ألواح ودسر كناية عن موصوف السفينة أو التابوت 7- وكنا إذا بلغ القطام لنا رضيعا تخر له الجبابر سجاجينة كناية عن صفة العظمة 8- وارتاد السياب الموت حمرا كناية عن صفة الاستشهاد 9- ويوم يعض الظالم على يديه يعض الظالم على يديه كناية عن صفة الندل 10- قال تعالى فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية هذه الآية كناية عن صفة موصوف نسبة الجواب صفة 11- قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل المعقود بنواصيها الخير كناية عن نسبة الخيل إلى الخير 12- الجود بين سيابه والفضل حول ركابه كناية عن نسبة نسبة الممدوح إلى الجود والقرب 13- هذا الرجل ناعم الكفين هذه العبارة كناية عن صفة اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 1- كناية قال المتنبي في مدح كافور إن في سوبك الذي المجد فيه لضياء يزري بكل ضياء هذا البيت كناية عن صفة موصوف الجواب هي نسبة 2- السعد بين يديك والزكاء بين عينيك هذه العبارة كناية عن الجواب نسبة 3- عاتبت صديقي فحمر وجهه هذه العبارة كناية عن صفة لأنه بيوصف صديقه 4- قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا هذه الآية كناية عن الصفة 5- قال تعالى وإني كلما دعتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آزانهم واستغشوا ثيابهم هذه الآية كناية عن صفة 6- قال الشاعر ترى الشوق في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا هذا البيت كناية عن الصفة لأنه يوصف الورود 7- الزهب الأسود عماد الصناعة هذه عبارة كناية عن موصوف 8- يا هذا البيت كناية عن صفة 10- قال تعالى لتنظر أم الكرة هذه الآية كناية عن موصوف 11- هذا الرجل يسود العز في بيته هذه عبارة كناية عن نسبة 12- اقطع كلما ثبت عليه رأسه هذه عبارة كناية عن الجواب موصوف 13- دربط الرجل الرجل في موطن أسرار هذه عبارة كناية عن موصوف 14- أنت تقدم رجلا وتؤخر أخر رجلا وتؤخر أخر هذه العبارة كناية عن صفة 15- قال الشاعر في فضل دار العلوم وجدت فيك بنت عدنان دار ذكرتها بدوة الإعراب هذا البيت كناية عن موصوف 16- قال الشاعر بيد المطابخ لا تشكو ولا إدهم طبخ القدر ولا غسل المناجيل هذا البيت كناية عن الصفة 17- قال الشاعر إن السماحة والمروء والندى في قبة ضربت على بنش الحشرد هذا البيت كناية عن النسبة السامن 10- قال البحطري يقتل ذئبا فاتبعتها أخرى فضلت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحض هذا البيت كناية عن موصوف 19- أبي رجل نظيف اليد هذه عبارة كناية عن الصفة 20- والذي نفسي بيدي هذه عبارة كناية عن موصوف وبكده نكون وصلنا النهاية الدرس النهاردة وأتمنى نكون استفدتم وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله موسيقى